الوالدين أحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن مرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يابلها أشدة وأوفوا الكيل والميزان بالقصد لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا الصبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون هذه الآوات اجتملت على عشر وصايا وكل وصية من هذه الوصايا فيها ما فيها من العقيدة السلامة من الآداب الحكيمة من رعاية حقوق اليتامة من رعاية حقوق الآباء من رعاية حقوق الأبناء من رعاية حقوق الإنسان كإنسان عندما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات على بعض المشركين قال بعضهم النبي صلى الله عليه وسلم يا محمد إن هذا الكلام الذي تقرأه علينا ليس من كلام البشر ولو كان من كلام البشر معرفنا فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه وصايا من الله سبحانه وتعالى بعباده فأسلم من استمع إلى هذه الوصايا الحكيمة لأن القرآن الكريم من مظاهر إعجازه ومن مظاهر أدلته على أنه من هند الله أنك تقرأه على الإنسان العادي صاحب الفطرة النقية فيتأثر به ومن التعامل ل galera شكرا